دروس ومحاضرات أسئلة وإجابات نماذج واختبارات كلها معان تزخر بها أيام الدراسة والامتحانات أما وقد جاء وقت الإجازة فإليك هذا السؤال المهم كيف نستثمر الإجازة فيما يعود علينا نفعه في الدنيا والآخرة هناك مجالات كثيرة ومفيدة يمكن أن نشتغل بواحد منها أو أن نضرب في كل مجال منها بسهم فمن هذه المجالات الأعمال الخيرية أو التطوعية كمساعدة الفقراء وإعانة المحتاجين وكفالة اليتامى ورعاية الأرامل والمساكين المسابقات الهادفة الدينية منها أو الثقافية كمسابقات حفظ القرآن والحديث ومسابقات الأدب كالشعر والخطابة وتأليف الرواية وغيرها الهوايات النافعة الذهنية منها أو البدنية كالقراءة والسباحة وركوب الخير وصيد الأسماك الدورات العلمية التخصصية كالمشاركة في دورات الحاسب الآلي أو الخط العربي أو اللغات الأجنبية فضلاً عن الالتزام بالعبادات اليومية والشعائر الإيمانية من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام ولا حرج في أن يروح المرء عن نفسه بسفر أو سياحة أو تنزه مباح فالمؤمن الموفق صاحب الهمة هو من يحرص على أن يستثمر وقته بما يعود عليه نفعه في الدنيا أو الدين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأبعض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة ترجمة نانسي قنقر